أسعد الله أوقاتكم مشاهدين بكل خير نرحب بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية الدولية المدار والتي سنحاول من خلالها أن نصلت الضوء على أفاق السلم والأمن في القارة الإفريقية بالإضافة إلى كل هذه التحديات التي أصبحت واجهها العديد من الدول الإفريقية وهذا بأتزامن مع إنعقاد الملتقى الثالث رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا والذي تسعى فيه العديد من الدول الإفريقية إلى التصدي لمختلف التداد الأمنية التي أصبحت تواجهها القارة الصمراء يسعدني أن أناقش هذا الموضوع والملف فيما يتعلق بأفاق السلم والأمن في القارة الإفريقية التحديات والرهانات أسعد كذلك بأن يشاركني الحديث كل من السيد أحمد ميزاب الخبير الأمني ورئيس اللجنة الإفريقية للسلم والمصالحة مساء الخير سيدي أهلا وسهلا بكم كذلك سعيدة بأن يشاركني النقاش كذلك حول هذا الموضوع الأستاذ عيسى بن عقون المحلل السياسي مساء الخير أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة شكرا لك بداية نستهل حديثنا أستاذ أحمد ميزاب ما أصبح يخيم على القارة الإفريقية من تهديدات وصراعات أمنية نقدر نقول أصبحت تعصف بأمان وسلم هذه الدول الإفريقية إشكالية الأمن والسلم في إفريقيا تبقى من بين الأطروحات التي تسعى حكومات الدول الإفريقية إلى التوصل نقدر نقول استراتيجية بغية التغلب على هذا المشكل العويس في ظل رهانات دولية إمكانية التغلب كيف يجب أن تكون بداية خطواتها بداية شكرا على الاستضافة وكذلك شكر الأستاذ الفاضل فاعتقادي بأن القارة الإفريقية منذ القدم وهي تشهد رهان أو البحث على كيفية تحقيق السلم والأمن خاصة حينما نتحدث على قارة استعمرات وكذلك انتهكت سيادتها لعدة مرات بتالي هي من نتاج هذا الاستعمار أنها فقدت بوصلة تحقيق الأمن والسلم نتاج الاستنزاف لخيراتها ولثرواتها بالإضافة كذلك إلى التنافس المحموم للدول الكبرى حول الاستثمار في هذه القارة الإفريقية واستغلال خيرات وثروات هذه القارة بالإضافة كذلك إلى المخلفات التي تركت سواء كان من ضعف الدولة الوطنية من غياب أليات الديمقراطية من كذلك غياب مبادئ حقوق الإنسان من كذلك الصراعات الإثنية وكذلك الصراعات حول الهوية الضعف الأداء الاقتصادي لهذه الدول التأثرها بالتدخلات الخارجية سواء كان لشركة متعدل جنسيات أو غيرها النشاط كذلك المتزايد للحركات الانفصالية وللجماعات المسلحة بالإضافة كذلك إلى تنامي المفترض لنشاط الجماعات الإرهابية وكذلك تنامي الجريمة المنظمة العابرة للأوطان كل هذا يشكل تحدي من التحديات الذي يفرض نفسه على القارة الإفريقية فيجعل أن الكل يبحث ويتساءل كيف يمكن لنا أن نحقق وأن نقر السلم والأمن في إفريقيا بالتالي أعتقد بأن هذا اللقاء الذي ينعقد في مدينة وهران يسعى وأنه أصبح تقليداً الآن وأصبح اجتماعاً سيعقد كل سنة لأنه رسم في 11 ديسمبر 2014 الماضية بالتالي سيسعى دائماً للبحث عن هذه الأليات أعتقد بأن بداية الطريق أو بداية الفكرة كانت في الوصول إلى مقاربة تتعلق بماذا؟ تتعلق بضرورة أن تعالج الدول الإفريقية قضاياها إفريقياً إفريقياً أعتقد حينما توصلنا إلى الحديث على ضرورة معالجة الدول الإفريقية قضاياها إفريقياً إفريقياً بدأنا نجد المقاربة الصحيحة لكيفية تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية باعتبر أن معالجة الآخر للقضايا الإفريقية لن تؤدي إلى وجود حلول ولن تؤدي كذلك إلى أنصف هذه القارة ولن يؤدي كذلك إلى الفهم الحقيقي لطبيعة هذه المشكلات لأنه سيظل دائماً ينظر إلى هذه القارة بأنها قارة العبيد بأنها قارة الضعفاء بأنها قارة التي تستغل ثرواتها إلى غير ذلك من الأمور بالتالي حينما يعالج الأفريق قضاياهم سوف ينظرون إليها بعين الحقيقة وبعين وقعية ليجدوا من خلالها الحلول الحقيقية والوقعية لجل هذه المعضلات الأمنية وكذلك التحديات الاقتصادية بالإضافة كذلك إلى جل هذه التحديات المتعلقة بالسلم والأمن مرتبطة بشكل كبير جداً بغياب مفهوم التنمية في القارة الإفريقية لهذا وجدنا أن الجزائر في السنوات الأخيرة ظلت ترافع حول مقاربة تحقيق السلم والتنمية بالقارة الإفريقية لا يمكن أن نحقق نهوض اقتصادي في القارة الإفريقية دون وجود السلم ولا يمكن كذلك التحقيق السلم في إفريقيا أو الحفاظ على الأقل على بقاء السلم في إفريقيا دون وجود أمن وتنمية دائمة ومستدامة نبقى دائماً كما شرت أستاذ أحمد ميزاب مشكلة تنمية أستاذ عيسى بن عقون نجد أنه في ظل الصراعات التي تعيشت كثير من الدول الإفريقية على غير ليبيا ما يحدث في دول الساحل إلى غير ذلك هيمنت المقاربة الأمنية نقدر نقول أنها جعلت أو أصبحت تعرقلت جهود التنمية في إفريقيا هل تعتقد بأن المقاربة الأمنية طغت إلى حد كبير على معظم الدول الإفريقية مما جعلها تتغاضى النظر عن العمل والتجسيد التنمية مستدامة تنمية واقعية على أرض كثير من الدول الإفريقية يعني في الحقيقة بداية أنه كانت تسمحين نرجع شوية لتكملة واشقاله الأستاذ ميزاب فيما يخص أنه قبل أن تتكلموا على أساس التنمية ومقاربة مع الأمن في إفريقيا أنه يظل أن نرجع إلى قاعدة أساسية وأصيلة لماذا الآن إفريقيا في هذه الأزمات وفي هذه الصراعات وفي هذه النزاعات أنا نتكلم على أساس أنه السبب الربما الأساسي والذي يأتي على رأس الأسباب يتمثل في ذلك الموروث الاستعماري يعني أنه اللأمن هو بالنسبة إيدية هو موروث استعماري بحيث أنه الجزء في نقار الجزء في نقار لأنه إفريقيا عاشت تراكمات استعمار لأنه هذا هو السبب الحقيقي لأن إفريقيا الآن متخلفة وربما في المقاربة أن البسيطة نرى أن إفريقيا ما زال حتى السنوات ربما تمشي إلى عقدين إلى أكثر من تلحقود لربما تلقى إمكانيات الخروج من هذه الأزمة والبحث عن بديل التنموي فالأمن كيفاش أن الأمن هو موروث استعماري بحيث أنه الاستعمار فيه الاستعمار خصوص الاستعمار الفرنسي اللي هو الذي يطغى على أغلب الدول الإفريقية وأغلب الإمبراطورية الفرنسية استعمرت أغلب الدول الإفريقية فنجملها في نقاط معينة أولا أنه ركز هذا المستعمر خصوص الفرنسي ركز تركيز القوة والسلطة في إيدي قبائل غير قبائل أخرى حتى في إفريقيا في أي دولة أولا قسم الدول غير على أمور إثنية ومن خلال أنه نقل قبائل إلى مناطق وإحدى تشكيلات سكانية غير متجنسة أدخل قبائل في قبائل أخرى وقسم قبائل كبيرة إلى قبائل فرعية والفرعية نقلها إيما إلى مناطق واحدة أخرى ومن ذلك أوجد مناطق وتشكيلات سياسة غير متجنسة كذلك علم هذه القبائل استعمال العنف واستعمال قوة وكانت يستمي الباريزة خصوصا بعد استقلال هذه البلد الإفريقية ربط الاقتصاد الإفريقي بالريع من خلال المحروقات المواد الأولية لكننا الآن في الجزيرة نحن مرتبطين بالمحروقات ولكن في أغلب الدول الإفريقية مرتبطين بالمواد الأولية مثل الذهب واليارونيوم والحديد والنحاس وما شبه إلى ذلك كذلك أنه فيه نخوة فيه عنصر آخر كان من موروث الاستعمار وهي تلك النخبة الإفريقية التي قادت حركات المقاومة التحرورية فهذه الحركات توقفت عند الاستقلال وعانقت المستقبل المستعمر القديم بحيث أنها توقفت عن طموحات المطالب الشعبية الأخرى مجرد أنها نالت الاستقلال أولا أصبحت تبنى التلافيك الاستعماري واللهوية الاستعمارية والثقافة الاستعمارية وطريقة العيش إلى خيره وتوقفت عند المطالب ولم تستمر في تحقيق المطالب وطموحات تلك الشعوب الإفريقية كذلك الذي نتج عن هذا النخب التي أصبحت ذات قافة فرانكوفونية ونعطيكم أنجلوسكسونية فنعطيكم الدليل على ذلك أنها تقريب توقفت على كل البرامج وتلك المطالب كانت في إطار التحرري وأصبحت تلك حتى اللغات الإفريقية القديمة أصبحت لغات كانت تدرس في المراكز وكان لغات إنسانية قديمة من الطراث وتخلت هذه الدول الإفريقية على لغاتها الأصلية وأصبحت تتبنى إما الفرنسية والإنجليزية أو البرتغالية أو في بعض الدول فيها الألمانية والإيطالية فأظن أن المستعمر كان له دور كبير في التخلف في إفريقيا الآن نعود نربطه نقدر نقول أنه أستاذ يعني عدنا عن المقاطعة في هذا السياق نقول الآن بالتنمية الاستعمار يعني ترك مخلفاته والمتعرف عليها أنه صراع في إفريقيا هو صراع دائما على النفوذ وعلى السلطة وعلى المالية من أبرز الثلاث عناص التي تؤدي لمختلف الصراعات في إفريقيا نعم وتلك المخلفات التي كانت عبارة في التي زرعها الاستعمار حتى كانت هناك حركات حرورية وحدة أخرى توقفت عند الاستقلال مباشرة وأصبحت هذه القبائل وهذه القوى التي كانت في إفريقيا والتي كان لها دعم بعد ذلك من القوى الاستعمارية القديمة أصبحت تسلطت على تلك الدول وعلى تلك الشعوب وتوقفت في نقطة التنمية والآن نربطها بالتنمية لما نشوف أغلب الدول الإفريقية الآن متى أصبحت متى تعيش نفس الصراعات ونفس النجزات التي كانت سابقة نعود لك سيد أحمد ميزاف نقدر نقول بأن ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تسيطر وتهيمن على كثير من الدول الإفريقية كيف أصبحت ظاهرة عبر الحدود كما أصبح نشاهدها في الوقت ذاته أصبحت تهدد العديد من دول الجوار في رأيك تحقيق مقاربة أمنية سليمة ترتبط مع العنصر التنمية كما أصار الأستاذ عيسى بن عقون كيف يمكن أن نخلق سياق مقاربة أمنية في نفس الوقت تكون هناك تنمية يعني توازيا نشوف العديد من الدول الإفريقية وحتى المغاربية أصبحت كل جهودها البحث عن السلم والأمن في منطقتها مما هناك تدع من النفقات العسكرية إلى غير ذلك لكن في الكثير من الأحيان نجد بأن الشارع يندد هناك بطالة وهناك ضعف مؤسساتي لا يوجد تجاوب بين مختلف مؤسسات الحكومية كيف بإمكاننا أن نصل إلى مقاربة أمنية وفي نفس الوقت تكون هناك تنمية بإمكانها أن تخدم المجتمع وتخدم جميع الدول الإفريقية ودائما على مستوى القرى الإفريقية حينما نتحدث على كيف نجد أو كيف نحقق آلية السلم والتنمية والسلم والأمن نتحدث دائما عن الحلقة المفقودة أو عن الضلة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق هذا البعد الأمني وكذلك المرتبط بالسلم نجد بأنه مرتبط دائما بالتنمية وحينما نتحدث كذلك كيف يمكن استغلال ثروات هذه القرى في إطار تحقيق مهضة تنموية تتماشى وتطلعات شعوب هذه القرى التي استنزفت ثرواتها وتعرضت للاستعمار وغيرها من الأزمات نجده دائما مرتبط كذلك بضرورة تحقيق السلم والأمن في القرى الإفريقية في اعتقادي بأنه هناك جملة من التراكمات وربما تحدث وذكر الأستاذ بعضا منها علينا أن ندرك أننا علينا أن نقوي أو أن نسعى إلى تقوية مفهوم الدولة الوطنية في القرى الإفريقية حتى تستطيع أن تمتلك الإرادة وسلطة القرار من أجل تحقيق مبدأ السلم والأمن وتحقيق كذلك المقاربات المتعلقة بالتنمية يجب كذلك أن نعزز ونقوي المؤسسات الاقتصادية وفق آليات جماعية في القرى الإفريقية حتى يمكن كذلك استغلال هذه الثروات وتوظيفها في إطار تحقيق التنمية الشاملة في القرى الإفريقية يمكن كذلك أن نتحدث على ضرورة كذلك عدم التأثر بالتدخلات الخارجية التي لا طالما نخرت جسد هذه القرى وجعلتها قرى مفككة أو مشتتة بدل أن تكون يدا واحدة تتجه نحو تحقيق الأبعاد الحقيقية التي سطرت من أجل النغوض بهذه القرى علينا كذلك أن نتجاوز الخلافات الداخلية المتعلقة بالصراعات الإثنية المتعلقة كذلك بمشكلة الهوية وبالتراكمات والإرث الذي تركه الاستعمار خاصة في مسألة رسم الحدود وغيرها من المشاكل التي تظل دائما قائمة وحائل دون تحقيق مبدأ السلم ودون تحقيق ذلك مبدأ التنمية أسد عيسى بن عقون دائما في نفس السياق وفي تحقيق أفاق سلم والأمن في القرى الإفريقية هل تعتقد أن توحيد الجهود فيما يخص إقناع الكثير من المجموعة الدولية بالمقاربة الإفريقية القائمة على ضرورة تفعيل الحل السلمي لحل مختلف النزاعات هل تعتقد أن هذه المقاربة حتى أن نرسخها لدى الغير تحدي أمرهان في الظرف الحالي في الحقيقة هناك معادلة لما نقول تنمية معناها تسوي أمن لما نقول نزاع وصراع واستخدام القوة معناها تخلف ودمار وحرب أهلية ونزاعة دائما في الدول الأفريقية ربما أننا نصح في واحد الإطار على أساس أن المقاربة الأمنية الآن هي مقاربة إفريقية إفريقية لأن القوة العظمى أنا شخص معتقد وجاز في الاعتقاد أنها تساهم في ضمار دلال القرى الإفريقية دائما تصب في البحث عن مصالح لا يعني الكلام يتكلمون ربما وقعين ولكن من ناحية الواقع من ناحية الأرض الواقع فهم يدعمون هذه السراعات وهذه النزاعات لأن هناك لوبيات وجماعات اقتصادية عالمية جماعات لوبيات السلاح لوبيات الشركات الموتعة الجنسيات خصوصا الشركات التي تعمل في إطار المحلوقات تعمل في إطار المواد الطبيعية الثمينة مثل يورانيوم والذهب وعلى شاترك الشاكلة هذه القوى العظمى وهذه الشركات العابرة للقرارات التي تدور في فلكها هذه تعمل دائما على إطارة النزاعات والصراعات في الدول الإفريقية لا لأنه من ناحية ربما يظهر للمجتمع وللمشاهد على أساس أنه معنات هذه القوى الاقتصادية العالمية ربما تبحث على الأمن والسلم في إفريقيا لا العكس تمام لأن السلم هذا سوف يأتي بنتائج وخيمة بالنسبة للشركات طيبة بالنسبة للدول الإفريقية لأن الدول الإفريقية لما تكون فيها السلم وفيها الأمن وحكوماتها الداخلية المحلية تقوم على الصهر على المصالح العليا والمصالح الوطنية والمحلية لهذه الدول ولكن لما تكون فيه صراعات ونزاعات مع أن تلك الشركات العالمية والقرارات العظمى هي التي تضغط وهي التي تفرض شروطها ولكن أعطيكم مثلا أغلب الدول في القرى الإفريقية التي ربما تعتبر دول نموذجية دول قوية من ناحية الجغرافيا من ناحية الناسمة من ناحية إمكانية المادية نعطي المثال في ذلك نيجيريا نيجيريا تعتبر دولة إفريقية عظيمة أكثر من 150 مليون نسمة دولة بيترولية دولة معانتها حضرية تمتلك العديد للخيرات ولكن مع ذلك نجد أن هناك الكثير من الصراعات الإثنية بين الشمال والجنوب بين المسلمين والمسيحيين على أساس أنه تدمى تدعيم بؤرى التوتر و بؤرى الإرهاب و بؤرى جماعة المسلحة في كاميرا و بؤرى نيجيريا إذا لك سينيغال إذا لك إرتيريا والصومال والتي تم تقسيمهم مع أنه مبدأ في إطار المنظمة المنظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1924 أكد على قدسية الحدود في سنة 1924 ولكن بعد ذلك القوى العظمى دعمت استقلال إرتيريا والصومال دعمت استقلال جنوب السودان على السودان تصب في فلك تحقيق أهداف خارجية بغية التشتيت وتفكيك ذلك البلد طيب أستاذ أحمد بيزاب لو نعود إلى بإمكاني أن نقيم نتائج تعاون إفريقي ما بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب هل نلمس حقيقة هذا التعاون خاصة بأن هناك بعثات لقوى إفريقية في كل من شمال مالي لمحاربة جماعة بوكوحرام إلى غير ذلك هل حقيقة نلمس هذا التعاون الإفريقي من بين الدول؟ هي في السنوات الأخيرة بدأ يكون هناك أو يتشكل هناك نوع من أنواع التعاون الحقيقي والفعلي والعملي في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وبدأنا نلمس بعض النتائج لكن حينما نتحدث مثلا اليوم على التمرين الثاني للقوات الإفريقية التي تمت في جنوب إفريقيا للمرة الثانية في إطار القوات الإفريقية المشتركة للسلم والأمن هذا تعتبر نقطة إيجابية ويعتبر كذلك ثمرة من ثمرات التعاون أننا نتحدث مثلا مؤخرا وهو إنجاز كذلك تاريخي حول تحقيق أو إقرار أهلية الأفريبول في إطار التنسيق والتعاون الأمني في مجال التبادل المعلومات وكذلك بناء بنك للمعلومات وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة هذا كذلك يعتبر واحد من نتائج التعاون الإفريقي الإفريقي الدول الإفريقية الآن تتحرك حقيقة نحو معالجة هذه القضايا نحو رفع درجة التنسيق لأنها تشهد التطورات الحاصلة على الساحة الدولية وأدركت بأنه عليها أن تعول على ساعديها وأن تعول على نفسها في إطار وضع انطلاق حقيقية لهذه القارة في إطار نهضة إفريقية حقيقية بالإضافة كذلك إلى أن نشهد عصر التكتولات وعصر الاندماجات بالتالي هذا من المسلمات التي أضحى الكل يؤمن بها فقط بقيت قضية واحدة مرتبطة بالإرادة هل هناك إرادة فعلية كاملة لجميع الدول والفوائل في الساحة الإفريقية للسير نحو محاربة كل هذه التحديات ومواجهتها ورفع الرهانة الحقيقي لأن نهض بهذه القارة في ظل التراكمات وفي ظل كل ما سبق ذكره سابقا خاصة التأثيرات الخارجية لأن التأثير الخارجي يلعب دور كبير جدا والوجود الخارجي في الساحة الإفريقية وفي القضايا الإفريقية أثر بشكل كبير جدا مثلا حينما نتحدث على الملف المالي نتحدث على الدور الفرنسي الذي في كثير من الأحيان أثر على هذا الملف وأثر كذلك على مزارية هذا الملف نتحدث كذلك على بعض الدول في القارة الإفريقية التي نجدها دائما في كثير من الأحيان لنشاط الجريمة المنظمة باعتبار أنها تجدهم مورد من الموارد الاقتصادية نجد كذلك أنه في ظل التنافس الأوروبي الأمريكي وكذلك الإسرائيلي والإيراني على السوق الإفريقية هذا كذلك يؤثر في إطار التعاون الإفريقي بالتالي الآن علينا أن نزيح كل هذه العوائق وأن نزيل كل هذه العقابات حتى نتحدث على رسم خارط الطريق لكن على الأقل مبدئيا يمكن تقييم درجة التعاون القائمة في سنوات الأخيرة خاصة في الثلث سنوات الأخيرة بأنها تسير بوتيرة لا بأس بها يمكن مستقبلا أن تحقق نتائج إيجابية طيب نستكمل الحديث مشاهدنا مع ضيفي في هذا العدد من حصة المدار لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدنا لاستكمال ما تبقى من حصتنا الأسبوعية المدار وليتسلتنا الضوء عليها في هذا العدد حول السلم والأمن في إفريقيا التحديات والرهانات أستاذ عيسى بن عقون نجد بأنه تبني آلية شراكة هل تعتقد بأنه تبني آلية شراكة بين التعاون الإفريقي فيما يخص تعاون الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تعتبر حتميا للتصدي لهذا التهديد نعم كل ما تخدمه الآن إفريقيا والدول الإفريقية والنخب الإفريقية في الحقيقة هو جيد باعتبر أنه حتى ما لا كما على أساس تطبيق المقولة القائلة ما لا يدرك كله لا يترك جله حقيقة الدول الإفريقية والقرارة الإفريقية يعني واقعة تحت ظل النزاعات والصراعات وتأثيرات خارجية ولكن مع ذلك فلابد أن تحقيق بعض البرامج تحقيق أو تنفيذ بعض التوصيات التي خرجت بها اللقاءة والمؤتمرات الإفريقية فيما يخص الجانب الأمني الجانب الأمني الآن إذا نظرنا على أساس العلاقات الإفريقية الأوروبية في الجانب الأمني نرى على أساس أن الدول الأوروبية لا تطلب من الدول الأفريقية إلا ربما ما يشعدها من خلال ذلك تطلب منها توقف الهجرة مع أن أوروبا الآن ربما كانت السبب الرئيسي والأساسي في تهجية تقريبا الآن القرارة الإفريقية لها جاء القرارة الإفريقية وكاننا عندنا منطقة عبور يعني أفريقية دائمة ولكن ربما عندنا الآن عن قطار سريع اللي ربما يمر مع أساس إفريقية الآن إلى القرارة الإفريقية لأوروبا ربما سوف يكون مليئ يوميا مع أن الهجرات سوف لن تتوقف فالأوروبيين الآن في الجانب الأمني ربما يتجاوبون مع الدول الأفريقية فيما يخص ربما الجماعات المسلحة والجانب المنظمة وفيما يخص المخدرات إلى جانب كذلك طالبهم في توقيف الهجر ربما الدول الأفريقية لا يساعدهم العنصر الأخير لأنه أولا نعم الدول الأفريقية من برامجها التوقيف مع تلجانب المنظمة والقضاء عليها ومحاربتها محاربة الإرهاب محاربة المخدرات ومتجرة بالبشر والعضاء البشرية ومشبذت ولكن من ناحية تنقل البشر ربما في الكثير محيان أن الدول الأفريقية عاجزة على تلبية مطالب وطلبات هؤلاء السكان الأفريقاء فيما يخص للعمل والدراسة والتكوين ونيل خبرات وتجارب وكذلك العيش العيش السعيد العيش الطيب بالنسبة للأفريقاء إذن بالنسبة للأفريقاء يطالبون دائما الدول الأوروبية على أساس تدعيمهم بأموال وببرامج لتنمية هؤلاء الأفريقاء حتى يبقوا يعني مستوطنين يعني يبقوا في دولهم في أوطانهم يعني في شكل طيب وعلى أساس في العيش السعيد ولكن لما هؤلاء السكان الأفريقاء يعني لا يجدون صور جيدة فيما يخص التنمية فيما يخص التكوين فيما يخص التعليم فيما يخص العمل فيما يخص العيش إذن الباب أو الممر الذي يبقى يعني مفتوح أمامهم فهو الهجاء إلى ربق ولكن هذا بالنسبة إلى أفريقيا سوف يؤدي بكوارات منها منها استنزاف قدرات عمل جهة قدرات البشرية لأنه قدرات أغلبهم شباب وفيهم المتعلمين وفيهم معانة الأطفال الذين يعتبرون سواعد المستقبل بين هذه الأوطان معلها في الجانب آخر معانة لابد تكون مقربة حقيقية فيما يخص تكون هناك توازن ما بين كل الدول نعم توازن بين الأفريقة وبين الدول الأوروبية أستاذ أحمد ميزا مفاضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الأفريقي يعني مؤخرا نظمت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا قبل أيام قليلة والجزائر كذلك أرسلت وحدات عسكرية ما مدى نجاعت هذه نقول المناورات العسكرية على أرض الواقع وما انعكاسها على دول الجوار هي بداية أو السعيد المفوضية تسلم الأمن التابعة للإتحاد الأفريقي في إطار البحث على تدابير للتصدي لبؤر التوتر بالإضافة كذلك إلى إسماء صوت القرى الأفريقية لدى الهيئات الدولية وكذلك لبناء علاقة استراتيجية وتعاون معه هيئة الأمم المتحدة انطلاقا من هذا الأساس كان هناك توجه نحو بناء قوة إفريقية مشتركة على أساسها يمكن أن تتدخل هذه القوات في فضل النزاعات وفي كذلك ضبط الأمن والسلم في القارة الإفريقية في عديد من البؤر المناورات هذه تأتي في إطار التحضير لجملة من العمليات التي ستكون مناطة لهذه القوة الإفريقية المشتركة سواء كان في إطار مجابهة التغول الذي أضحى يهدد العديد من الدول الإفريقية من قبل بوكو حرام أكيد ويجب القيام بالعمل للمسبق لأنه لن ننسى الآن هو التحرك أولا على الطرق الدبلوماسية الحلول السلمية وكذلك الوقاية المسبقة من كل هذه الأزمات خاصة هناك أزمات عالقة تهدد الآن أمن واستقرار القرار الإفريقية حينما تحدث على تنامي مجموعة بوكو حرام التي تجاوزت الحدود النجيرية ومست العديد من الدول أن نتحدث كذلك على ضرورة ضبط الأمن والاستقرار في شمال مالي حتى يتم من خلاله تحقيق الاتفاقية التي وقعت في اتفاقية السلم والمصالحة في مالي نتحدث كذلك على أوغندا نتحدث على كثير من المناطق وبؤرة وطر التي يجب بالتالي أن تفضل هذه القوات في إطار حفظ الأمن والاستقرار والسلم بالمنطقة بالتالي أعتقد أن هذه المناورات أولا جاءت في إطار التنسيق والتعامل وكذلك بناء نوع من التكامل الأمن والعسكري بين القوى الإفريقية ويتأتي كذلك في إطار دائم مصار الاتحاد الإفريقي وفي إطار البرامج المسطرة بالإضافة كذلك إلى مفوضية تسلم الأمن التي أضحى لها أدوار جد متقدمة على مستوى تحقيق استقرار وصناعة أليات الاستقرار في القرى الإفريقية ضمن المخطط الاستراتيجي الذي سطره من 2013 إلى غاية 2017 في كل هذا السياق تدخل هذه المناورات ويدخل كذلك نشاط مفوضية السلم والأمن في القرى الإفريقية طيب أستاذ عيسى نعرف بأن القرى الإفريقية ممثلة في مجلس الأمن بثلاث دول تتمثل في كل من رواندا أنغولا وتشاد وسيتم استبدال أو استخلافهما بكل من مصر والسينيغال يعني العامين القادمين يعني بداية من نفاتح من جنفي هل يستوجب على الدول الإفريقية يعني أن تدافع أكثر على هذه المقاربة الأمنية بخصوص قضايا الإرهاب ما أصبح يترصد بهذه الدول الإفريقية وتأكيد أكثر على أن القرى الإفريقية كفيلة بحل مشاكلها بنفسها دون تدخلات عسكرية خارجية في الحقيقة وجود ثلث دول في مجلس الأمن دول الإفريقية أو خمسة أو عشرة حتى كالعادة أنتم عشرة لا يؤثر ذلك على القرى المجلس الأمن يعتبر أن القرى المجلس الأمن يأخذ به من خلال الدول الخمسة الدائمة العضوية التي تتحكم في حق النقض أو حق الفيتو الأمور تقطب عبارة شكلية والسياسة الدولية الآن في العالم تصنعها هذه القوى العظمة ونقدرون نعطيهم متى على ذلك كما المثال التي أعطاها الزميل في ميقرس مالي مالي كانت الدول الإفريقية بإمكانها أن تقوم بتشكيل قوة قوة ردع إفريقية وإعطاء مثلا الوصول إلى حل نهائي في القضية المالية ولكن تدخل الإمبراطورية الاستعمارية السابقة التي هي فرنسا في الأزمة المالية حال دون ذلك حتى أن تقريب أغلب اللقاءات التي تمت في الجزائر وحتى إمضاء التفاقية المصلحة في الجزائر وطبعا بعد ذلك في الدولة المالية لحد الآن في خلقات أمنية لا لأن هذه القوى الاستعمارية السابقة التي كانت تحكم في هذه المنطقة من خلال تحكمها في الموعد من خلال تحكمها في النخم من حلقة تقدمها في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذه الدول الإفريقية دائما بيستطاع هذه القوى أن تغير من الواقع السياسي لهذه الدول ونعطيكم ربما نخرج من دول الإفريقية في ميخص سوريا في ميخص العراق لنرى الآن أغلب القوى العظمية مثلا من ناحية الروسيا أو لواء المتحدة الملكية أو فرنسا أو بريطانيا مع تهي التي تصنع للواقع والصورة الحقيقة الأمنية في هذه المناطق إذن بالنسبة لدول الإفريقية نرى حتى ربما تستطيع ربما أن تكبح أن تكبح جماح هذا الإرهاب وهذه الجريمة المنظمة وهذا الفساد وهذا مثلا التدهور وهذا مثلا التراجع لهذه البلدان هو أن تتكاتف فيما بينها وتقوم أولا بإعطاء جانب من الشفافية فيما يخص السلطة فيما يخص النظام السياسي فيما يخص الحكم فيما يخص توزيع العاد لتروف وكذلك ربما فيه عصر آخر لهو أن الدول الإفريقية التي ربما قلنا أن السبب أن النزاع والشرع لخلاته المستعمرة الدول المستعمرة هي الاعتماد على الجانب إثني لابد أن تتصرف على أساس الدولة الأمة الدولة الأمة على أساس لأنه إذا كان الدولة الأمة هو معنى هذلك هو تجرد الإنسان من الانتماء الإثني إلى الجامعة مع أن الدول الإفريقية والسكان الإفريقيين والمواطنين أو نسميها بإيه مصطلع أو بإيه مفهوم لابد أن أي واحد إفريقي في بلاده في وطنه لا بد أن تصرف كأنه ينتمي تلك الجامعة السكانية حتى يفعل دائما هو في خلقة تنمية للمجتمع وليد دولته في نفس الوقت من الانتماء العرقي والإثني لأنه هذا هو السبب مصيبة إفريقيا والالتباط دائما بالجانب الإثني والجانب العرقي وهو يعتبر دمار إفريقي دائما كل من أستاذ أحمد ميزاب أستاذ عيسى بن عقون نتوصل الحديث حول المقربة الأمنية وكيفية تفعيلها على أرض الواقع في العديد من الدول الإفريقية نربط الاتصال مباشرة مع سيدة بدرة قعلور رئيسة المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية مباشرة من تونس مساء الخير سيدتي مساء الخير سيدة بدرة قعلور رئيسة المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية أنت معنا على المباشر من تونس شكرا لك بداية أستاذ أبو در قعلوا الحديث يقودنا لكيفية تحقيق السلم والأمن في إفريقيا في ظل التحديات والرهانات التي أصبح تعيشها العديد من الدول الإفريقية هل تعتقدين بأن تفعيل الشراكة الأمنية بين مختلف الدول الإفريقية يمكنها إيجاد حلول لهذه المشكلة وكذلك إيجاد نقول إيجابيات لعملي من خلال التغلب على هذه النزاعات التي تعرفها القرى الإفريقية وبما يمكنها في التفكير والانتقال نحو تنمية على جميع الأصعدة شكرا ماذا إذن صحيح أنه اليوم أصبحت العديد من التحديات والرهانات على مستوى إفريقيا شمال إفريقيا المتوسط الشرق الأوسط يعني الأرض اهتزت تحت أقدام الكل وكيف يمكن تحقيق الأمن والسلم في هذه المناطق أو في العالم يعني خاصة في على مستوى إفريقيا وشمال إفريقيا بعد بما يسمى الربيع العربي وإنما نحن نعتبره اليوم في مركزنا النكسة العربية إذن بالنسبة إلى الموضوع المطروح هو ربما نحن نعتقد أنه يجب أن تكون هناك تفكيك للتحالفات القديمة وإعادة تركيب تحالفات جديدة نحن نبني أولا يجب أن نبني هذه التحالفات المبدئية الأولية على مستوى شمال إفريقيا يعني ونتجاوز كل ما هو خلافات أنظمة أو خلافات بيننا لأن كما قلت يعني الأرض مهزوزة ومهزوزة جدا على المستوى الأمني والعسكري وأمن المنطقة ككل والأمن القومي لكل بلد يجب أن يكون هناك تحالفات على مستوى شمال إفريقيا وهذا التحالف يليه تحالفات أخرى لأن التحالف الفردي وكل بلد يعني في اختيارات الفردية هو يعني هنا الخطأ الكبير أو أن تتحالف مثلا تونس مع الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تبدي موقف في تحالف معين فإنها يمكن أن تخسر كل شيء كذلك ويمكن أن تهدد الأمن القومي للمنطقة ككل كذلك مثلا الجزائر أن تعلن موقف معين وحدها هذا اليوم غير منطقي وغير معقول يعني أستاذ أستاذ بدرقالول أنت نصل إلى فكرة أن توحيد الرؤى في كثير من القضايا بين كل من الدول الإفريقية حتى نصل إلى مخرج إيجابي يجنبنا الصراعات صح صح يجب أن يكون هناك يعني مبدأ موحد هناك تحالف موحد على أسس موحدة يمكن أن تخرج بنام بعد حتى في التفاوض يكون يعني عندك الوزن متاعك في التفاوض رهو مش معقول أنه فرد واحد أو بلد واحدة تتفاوض يمكن أنها مع مثلا قوة عظمى فإنه يمكن أن تتنازل مثلا النموذج بما يسمى النموذج التونسي اليوم يعني صراحة نقولها نحن في موقع ضعف لأننا لم نحدد تحالفاتنا مع من كيف يمكن أن نتفاوض ونحن في موقف ضعف انحدار اقتصادي كبير استيراب سياسي كبير استيراب مجتمعي الأمن يعني ونحن نشاهد هذه معناها بتشاهدون أن هناك العديد من العمليات الإرهابية وتونس مستهدفة من الجماعات الإرهابية والجنوب التونسي مستهدف لنا مستنقع كبير اسمه الجارة ليبيا يعني والدفاكك الكبير في ليبيا ولا دولة في ليبيا يعني مصر لكل هذه المنطقة يعني هي مهتزة يجب أن يكون هناك توحد ما بيننا على قليلة عنا أصول وحدة على قليلة عنا خارطة جغرافية وحدة على قليلة عنا مبادئ وحدة مرجعية وحدة حتى نجم أولا نحق الأمن القومي ثم ننطلق إلى تفاوض في الأمن معنى على مستوى القارة أو على مستوى البلدان العظمى يعني ويجب أن توضع هذه الخيارات مع من نتحالف وكيف يمكن أن نتحالف حتى يعني تكون فما نحقق الأمن من المنطقة لماذا أمره لا حرق اقتصادي بلسأم نره لا تقدم يعني على مستوى الموارد البشرية ونحن المنطقة بكلها تزخر بطاقات كبيرة ونلاحظ أن هناك تهافز كبير جدا على المنطقة وعلى أفريقيا ونعرف أن الكل يريد أن يتموقع هذا لي تحقيق لأهداف وستراتيجيات معينة في المنطقة الأفريقية بالنظر إلى الزخم والخيرات التي تتمتع بها أكيد ولهذا نحن في المركز ويكون معنا في دحم الميزاب يوم الجمعة إن شاء الله يكون عنا منطقة إقليمي حول تداعيات مشر التنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط وضرورة التحالفات يعني يكون موجودة الجزائر تونس ليبيا مصر يعني لهنا خلينا بدأو نشوف نوحد الرؤية الرؤية من بعدها ننطلق لتحقيق هذه الأفداف على أرض الواقع السيدة بدرق علو رئيسة المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية كنت معنا على المباشر من تونس شكرا لك على هذه التوضيحات شكرا شكرا لك نعود لك على ذكر اسمك أستاذ أحمد ميزاب يعني سيدة بدرق علو أشارت إلى أن هناك مشكلة تحالفات في كثير من الدول الأفريقية نقدر نقول مع من نتحالف ضد من نتحالف وكيف بإمكاننا أن نقضي على هذه الإشكالية في الوقت الراهن نحن أولا عندنا إشكالية قبل من تحدث على كيف نبني التحالف وعلى أي أساس يقوم التحالف أن إشكالية ضبط المفاهيم مفهومنا للإرهاب ربما ليس هو مفهوم بعض الدول الأخرى أو رؤيتها للإرهاب ليس هو ذاته رؤيتنا لأن في كثير من أحيان نصطدم بأن هناك من يوصف الإرهاب على أساس سياسي أو على منطلق سياسي هناك من يعطي للإرهاب بعد طائفي من يعطي للإرهاب أبعاد أخرى بالتالي علينا أن نوحد المفاهيم وأن نحدد كذلك ما هي الإشكالات التي نعانيها وما هي حجم التحديات التي نواجه حتى نستطيع على أساسها أن نبني هذه التحالفات وأن نواجه لكن علينا نقول حينما نتحدث على قوة إفريقية مشتركة هذا نوع من أنواع التحالف الذي يستطيع أن يعمل في إطار درء هذه المخاطر وفي إطار مواجهة هذه المخاطر الجزائر في 2009 حينما أطلقت مقاربة حول منطقة الساحل في تجميع دول الساحل لملاحقة المنظمات الإرهابية كان نوع من أنواع التحالف لكن للأسف غياب مقاربة إقليمية يؤدي دائما إلى مثل هكذا تدعيات لكن أنا في اعتقادي علينا أن لا نتحدث على تحالف الضيقة علينا أن نتحدث على تحالف جامع وقبل أن نتحدث على تحالف جامع دعونا نبني أولا رؤية شاملة لطبيعة هذه التحديات كيف يمكن نواجهه وما هي آليات المعالجة لأنه علينا أن لا نحمل في رأسنا فقط مفهوم الكل الأمني لأن الكل الأمني لن يؤدي بتقديم نتائج لاحظنا مثلا التدخل في العراق في سوريا في ليبيا إلى ماذا أدى إلى ماذا أفرز إلى ماذا أعطى تدعيات وخيمة بالتالي علينا أن نتحدث على التحالفات لصناعة الاستقرار ولصناعة السلم وليس التحالفات لتصفية حسابات أو لتدخلات غير مدروسة وغير كذلك محسومة ممكن أن تؤدي لما هتهت الأستاذ عيسى بن عقون وصلنا إلى ختم هذا النقاش باختصار هل بإمكان أن نشهد إفريقيا تعيش في ظل سلم وأمان نعم إذا كانت فيه النية والأمل والعمل المشترك في إطار خدمة إفريقيا سيكون ذلك ولكن أولا أن نشوف الآن كثير من الأموال الإفريقية لأصحاب الأموال وحتى بعض دول الإفريقية التي كانت لديها إمكانية مادية أموالها لا تقوم ب مثلا إخراج نسبة معينة من ذلك المال واستثماره في الدول الإفريقية نعطيك مثلا يعني ربما هذين نكلمو على أساس أنه تم ملاحظة حتى البلادنا يعني في بلادنا في يوم كانت البحبوح المالية كانت باستطاعة يعني الحكومة الجزائرية أن تضع 60 إلى 70 إلى 80 مليار دولار وتستثماره في إفريقيا مثلا في نيجيريا مثلا في سينيغال جنوب إفريقيا وفهم بذلك مع أنت أسعى رؤوس الأموال الآن للإفريقية كلها تخرج للخرج يعني أستاذ يعني لأنه وقت البرنامج يعني انتهى يعني نشكرك جزيل للشكر يعني هناك في أمل ويبقى أمل أنه بإمكاننا أن نشهد إفريقيا ولكنه على المستوى على المدى المتوصل مازالش فيه بعيد إن شاء الله يعني نتمنى ونتفاء الخير لقارتنا لإفريقيا الأستاذ أحمد ميزاب الخبر الأمن ورئيس لجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والأمن شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سعدنا باستضافتك الأستاذ عيسى بن عقون المحلل السياسي كذلك شكرا لك على كل هذه التوضيحات مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد شكرا لكم أطيب التحيات والسلام عليكم اشتركوا في القناة